في خبر عاجل وفي خرق سافر للمعاهدات ومواثيق الأخوة المواقعة بين الجزائر والمغرب أعلنت عدد من وسائل الإعلام التابعة لجنرالات الجزائر أنه قامت ميليشيات إرابية تابعة للنظام العسكري الجزائري بمهاجمة الأراضي المغربية على طول الجدار الرملي في الصحراء المغربية وهو خبر يهدف بالأساس إلى صرف انتباع الشعب الجزائري من مشاكلهم الاجتماعية المتمثلة في قلة الماء والزيت والحليب هذا واعتبر النشط السياسي الجزائري ورئيس الجمعية المغربية لسلام التعاون والتنمية وليد كبير في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر أن ما ذكرته الإذاعة الجزائرية على أن ميليشيات البلاد قامت بهجمات جديدة على الحدود المغربية يعد خرقا سافرا للمعاهدات الموقعة بين المملكة المغربية وبين الجمهورية الجزائرية وأضاف الناشط الجزائري في التغريدة أيضا أن هذه الهجمات على المغرب تعتبر خرقا للاتفاقية الموقعة سنة 1969 بين البلدين والتي تنص المادة الرابعة منها على أنه في حالة حدود نزاع أو تعارض كيفما كان شكله يحرم على الطرفين المتعاقدين استعمال وسائل العنف بينهما ويعملان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية بقى لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويأتي هذا بعدما قامت وسائل الإعلام تابعة لجنرالات الجزائر أو قثر المرادية بالجزائر بشن هجومة إعلامية على المغرب والمؤسسة الملكية وكذا فبركت وترويج أخبار زائفة على أسس أن ميليشيات الجزائرية شنتها جمات على القوات المسلحة الملكية وسرب من عصراته بالأحرى مئات الطائرات الحربية المسيرة المغربية تفرد سيطرة المطلقة على المناطق العازلة وتحصد الأخضر واليابس في صفوف مرتزقة الجزائر بالصحراء درونات حربية مغربية متطورة تلحقها زائم متتالية بميليشيات الجزائر الانفصالية وضرباتها القوية وأقصافها تشعل فتيل الحرب في نظام الكبرانات خاصة في ذل التحركات المشبوة للبوليساريو في المنطقة العازلة والقضائف التي تطلقها من داخل التراب الجزائر والموريتاني والتي تتعامل معها القوات المسلحة الملكية بكل قوات وحزم فمنذ 26 يناير من العام الماضي وعلى مدار أيام تواصلة يتداول الإعلام الجزائري بإسهاب كبير خبر حدوث أقصاف جوية للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة العازلة شرق الجدار الرملي تحديدا في منطقة مهيريز والمحبسة وأيضا القريبة من تفاريتي والتي تعلن والبوليساريو عاصمة ومنطقة محررة وتباين الأمر بين الحديث عن استعمال طائرات مسيرة من نوع درون ومقاتلات F-16 النفاثة وتحرص الأجهزة الإعلامية الجزائرية على الترويج لفكرة أن الأقصاف المغربية تسادف المدنيين العزل والذين كانوا في طريقهم نحو مخيم الزويرات في موريتانيا رغم أن إعلام الكبرانات بنفسه ينشر منذ أزيد من ثلاث سنوات تقارير يومية عن وجود حرب مستعلة شمال المنطقة العازلة ما يفترض حسب بلاغاتهم أن تكون خالية من المدنيين ولم يصدر عن الرباط أي تعليق عن الأخبار المنشورة لكن من يتبع سلوك المملكة الشريفة منذ إعلان البوليساريو لتحللها من اتفاق وقف إطلاق النار المواقع سنة 1991 في نوفمبر 2020 أي يوم واحد بعد تحرير معبر القرقلات يؤكد أن المملكة المغربية تتبنى سياسة الدقو السكات حيث أصبحت تتعامل بحزم كبير مع أي تحرك مشبه في المنطقة العازلة التي وضعتها تحت مسؤولية الأمم المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تستغل الجبل انفصالي هذا الوضع لتغذية نشاطها وتشييد منشآت ومباني خاصة في محورة بأرلاحل وتفاريت وميريزة وهي منشآت دمر الجيش المغربي مطلع نهاية 2020 عندما قامت البوليساريو بخارق اتفاقية وقف إطلاق النار ورغم صمت المغرب إزاء هذه العمليات العسكرية يظهر أن الجزائر متوترة كثيرا لدرجة خروج مسؤول بالخارج الجزائرية يحمل صفة المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية للحديث عما سمعوا بعمليات يقوم بها الجيش المغربي شرق الجدار الرملي لاستعمال أسلحة متطورة تستاذف مدنيين وترويج أن المغرب يخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توجد البوليساريو في موقع المتحلل منها منذ 15 شعرا أو بالأحرى منذ 3 سنوات وحتى 28 يناير من العام الماضي وبلغ عدد البيانات العسكرية المنسوبة إلى الجبل الانفصالية التي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية ما يفوق 908 بيان يتحدث عن أقصاف يومية وعمليات تستاذف تخندقة الجنود المغاربة وخسائر في الأرواح والآليات حسب زعمائما آخرها بيان يروج فيه استهداف أفراد من الجيش المغربي في منطقة تابعة الاسمارة منشور في نفس التوقيت تقريبا مع قصاصة مقتل المدنيين بالصحراء في مهريز التي يفترض أنها تعرف حربا دروسا وفق رواية البوليساريو وهو ما يسائلها بشأن تحرك مدنيين في تلك المنطقة العسكرية وبغض النظر عن تناقض رواية الجزائر والبوليساريو لما يجري في الأرض تعيد التطورات الميداني الحاصلة إلى الواجهة سؤالا ظل يتردد منذ فترة طويلة هل ستشتعل الحرب المباشرة بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء وتعود آخر حرب بين البلدين إلى 45 عاما عندما جرب الرئيس هواري بومدين خطة لفرض الأمر الواقع من خلال دفع جنوده للتواغل في منطقة أمقال البعيدة عن الحدود الجزائرية بـ 200 كم قبل أن تصدهم القوات المسلحة الملكية المغربية والتي حسمت المعركة في أقل من 48 ساعة بعد أثر ما يعادل 101 فرد وقتل 100 آخرين بمن فيهم قاعدين كتيبتين ومع محاولة الرئيس الجزائر الجديد عبد المسجد تبون إحياء البومدينية وإصداره سلسلة من القرارات العدائية ضد المغرب آخر قطع العلاقة الدبلوماسية تبدو الحرب وسيك وقريبا من الانفجار في أي لحظة خاصة وأن طبولها تقرع في الإعلام الجزائري بشكل يومي وفي ظل هذا الوضع المشحون يرمي المغرب برصاصة في وجه الجزائر رصاصة التجاؤل التي تكبل مستثمر الحرب في قصر المرادية ورصاصة الحزم التي تمشط العشرون في المئة من الصحراء التي وضعها تحت مسؤولية الأمم المتحدة منذ 30 عاما لتجنب استمرار الحرب وبحسب مصادر إعلامية فإن القوات المسلحة الملكية المغربية المرابطة على طول الجدار الرملي لديها تعليمات صارمة منذ تحرير معبر القرقيرات في 13 نوفمبر 2020 لتعامل الحازم مع أي تحركات مشبوعة شرق الجدار الرملي وصد أي هجوم للانفصاليين وكحصيلة أولية في السنوات الماضية فقد وقع ما يعادل 1099 حادثا جرى فيها إطلاق نار من مسافة بعيدة على وحدات الجيش المغربي عند الجدار الرملي أو بالقرب منها وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 نوفمبر 2020 و 31 أغسط 2021 بحسب تقرير للأمين العام حول الحال المتعلقة بالصحراء المنصور في فاتح أكتوبر 2021 مع تركز 83% من تلك الحوادثة في المحبسة كما سجل المغرب 22 محاولة تسلل عند الجدار الرملي واربعمائة أو سبعمائة وأربع وعشرون طلع استطلاعي لجبتة البوليساريو نحو 88% منها في منطقتين المحبس وأو سردة لكن كل هذه العمليات ظلت محدودة الأثر وتحت سيطرت وتواقع الاستخبارات العسكرية المغربية بفضل الطائرات المسيرة وقامري محمد السادس الإصطناعيين ترجمة نانسي قنقر